نتواجد هنا بوحة قلممح في هذه الضيعة تم تجربة مشروع للنباتات الطبية والعطرية في إطار برنامج وحات تافيلالتة الهادف إلى تنويع مصادر مزارعية الوحة وذلك بغرس نباتات ذات قيمة اقتصادية كبيرة المنطقة دخلت لها النباتات العطرية والطبية بفضل برنامج وحات تافيلالت وبفضل الصهر اللي صهروا على التكوين والدعم والمواكبة ديال الفلاحين من دورة تكوينية ما كتشوفو حنا درنا العامل في تجربة ديال العسفور درناف واحد المساحة صغيرة وعطات المنتوج ما يوضعي في عشرات المرات ديال للزرع اللي كناك ندير فيها لابا احنا وجدنا هذه القطعة هذه درناها الغبار خدمناها مزيان باش نعودو نديرو فيها النفس باش نكبرو المنتوج ديالنا ان شاء الله أزياد من ستة وثلاثين تعاونية بإقليم الرشدية استفادت من هذا المشروع من خلال فسائل نباتات عطرية كالزعفرانة بالإضافة إلى دورة تكوينية فيما يخص هذا الدعم يتكون من مياه وستين دورات كوينية في المجال الزراعة وتتمين وتسويق ديال المنتوجات الطبية والعطرية منهم واحد العادة الكبير ديال التعاونيات اللي كتخدم في هذا الإطار برنامج واحد تفلال تلطاق سنة 2008 بمزانية تقدر بحوالي 42 مليون درهم ويستهدف خلق موارد بديلة بواحات المنطقة